حسرة قاتلة تقبع في نفوس فلاحي محافظة ذيقار الذين يشهدون زحفة جرافات على بساتين النخيل التي غرسوا فسائلها منذ خمسين عاما ولم يخطر ببال هؤلاء أن يأتي يوم تقطع فيه أشجار النخيل وتباع البساتين كأراض سكنية إثر تحول تجريف بساتين المحافظة إلى ظاهرة مقلقة في الأوساط الزراعية والبيئية الذيقارية وهذا نخل كل أشجار هذا كله تقطع وكله مات من غلة المياه وغلة الاسم دماكو ولا دعم من الدولة ولا يانا زاير ولا يانا من هاي البرلمانيين جاعدين غادر بالخضرة وإحنا ناس هاي تشفون مبعيتنا سنزرع لا زرع حمطة لا زرعنا الشعير لا زرعنا طماطة لا زرعنا ضانيا لا زرعنا كل شو ماكو ماكو ماي هاي بها ناس الهاجرات هاجرات مشت للبصرة وهذا الفقير أنا وربعي ظل هنا وين الروح وتواجه محافظة ذيقار كارثة بيئية بسبب ما تتعرض له من عمليات تجريف للبساتين كارثة حذر منها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في المحافظة مؤخرا مبينا أن مساحة البساتين المزروعة بالنخيل في ذيقار تبلغ 42 ألف دنم أغلبها تعرض للتجريف بعد أن كانت تشكل أحزمة خضراء للمدن كونها تقع في محيط المحافظة وطالها التوسع العمراني العشوائي الذي يجري بطرق غير قانونية وقد لعب إغراء الفلاحين بالأموال مقابل التخلي عن بساتينهم للمستثمرين وفقدان الجدوى الاقتصادية لتلك البساتين نتيجة الإهمال الحكومي وانعدام الدعم لأصحاب البساتين دورا كبيرا في تفشي ظاهرة تجريف البساتين وتحولها لأراضي سكنية من السبب المال البساتين هي أولا شحة المياه من التجاوزات تحول الأراضي الزراعية إلى سكنية التجاوز المحافظات على الحصة المائية وكذلك الكوارث البيئية وعدم تعمش الفلاحين بالقروض وإهمال الفلاحين إهمال المنتج المحلي وانتجاه إلى المنتج الأجرم ويقف فلاحو ذيقار اليوم عاجزين أمام الظروف السيئة التي يعيشونها والتي استفحلت نتيجة تهميشهم من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن معالجة مشاكلهم وحلها كون الفلاحين ركن كبير من أركان هذا البلد ترجمة نانسي قنقر